لا حرمة ولا قدوسية لأي مكان في حلب تحتوابل القصف المكثف سواء من القوات السورية أو عناصر الجماعات المسلحة فصول معاناة ما يزيد عن مليوني مدني في حلب تتواصل دون ماء ولا كهرباء ولا رعاية طبية بعدما أصبحت الهجمات تستهدف البنية التحتية المدنية والمرافق الطبية في المدينة ما دفع المجتمع الدولي إلى إصدار نداءات عاجلة لضرورة وقف القتال حتى تتمكن المؤسسة الإنسانية من إيصال المساعدات العاجلة لهؤلاء الضحايا وسط تحذيرات من وجود مخاطر على الأطفال بشكل خاص الهجمات المتواصلة على حلب أضرت بشكل كبير بالبنية الأساسية من شبكات المياه والكهرباء وتركت أكثر من مليوني شخص دون خدمات عامة للأسف لا تتوفر المياه إلا من خلال الآبار والخزانات وهي غير كافية لاحتياجات السكان الأمم المتحدة قلقة للغاية من العواقب الوخيمة على ملايين المدنيين إذا لم تصلح شبكات الكهرباء والماء فورا تزداد وطأة المعاناة في حلب باستهداف المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية والتي أصبحت هدفا دائما للقصف والتدمير من جانب قوات الجانبين حيث أطبحت تصارع هي الأخرى من أجل البقاء مع نقص الكوادر والأجهزة والمستلزمات الطبية كما أن بنك الدمي الوحيدة بالمدينة لم يسلم من التدمير تقارير دولية أشارت إلى أن المرافق الصحية والطبية في حلب تعرضت لعشرات الهجمات خلال العام الجاري وتشير التقديرات إلى أن نحو 60% من المستشفيات العامة في البلاد أو أنها تعمل بطاقة جزئية فقط